نقطة الأهم وهي المدير الفني لنادي الزمالك أنت مع فكرة أن كابتن معتمل جمال يكمل لنهاية الموسم ولا زي ما مجلس قال أنه يتم البحث عن مدير فني أجنبه وبقى كابتن معتمل جمال مدير فني مؤقت أول مجلس قال الكلام ده إمتى؟ في البداية خلاص هو بيعاين كابتن معتمل جمال ماشي هما الراجل كان جاي مؤقت بدأ ينجح مع الفرقة اللي أنا عارفه دلوقتي وبدأ يعمل نتاك كويسة صحيح فطبيعي جدا طبيعي جدا أن الناس كل الثقة والدعم المعتمد جمال في فترة جمال كابتن معتمل جمال وده حاجة كلنا في ظهره فيها لأن بصراحة كابتن معتمل عامل حالة جوه الفرقة دلوقتي أنا مش فيتعاش من فترة كبيرة وأنا بقول لك من دلوقتي نتاك إذا مالك بالشكل اللي شغال بي دلوقتي بس مرتبط ببعض الحاجات الصغارة إن أنا بقى إيه زي ما صفت الأجواء جوه الفرقة صف الأجواء العامة في الفرقة كلها يعني إيه حلو قوي يعني إيه يعني أنا عندي مشكلة مثلا بالزناري وفتوحه وصبح لازم اللعيبة الكبار يتدخلوا بما فيهم شكبالة كابتن النادي بما فيهم مدير الكورة كابتن عبوحد السيد بما فيهم الكابتن أحمد سليمان كمشرف عموحد كورة وكابتن حسين السيد لم الأوضة ولم النادي لم الفرقة هو ده اللي هيجيبه طولة الفترة اللي جاية دي نتزى مالك يا خكاس مصر مرتاح أنا بقول لك لو الليلة دي تلمت لو الليلة دي تقفل عليها ما تقول لحدش بقى ييجي يقول لي لا ده لازم يبقى برد ما هالفرقة بتكسر ياخد كاس مصر قدام الأهلي قدام أي حد قدام أي حد أنا بقى أنا بتكلم كونفدرالية قدام أي حد لأن خد بالك العناصر دي حاليا عناصر مهمة خاصة مفتوح من وجهة نظر ده العيد دولي خد بالك أنا ليه بتكلم على فتوح كتير أنا الصبحي لعيب حارس مرمى بروميسين جدا جدا ولعيب مش صغير ده ده لعب دولي وليخد كاس أفريقيا مع منتخب أوليمبي ولعب أوليمبياد بس الشناوي طبعا راح وربنا كرم ولعب وكان موجود من الأوليمبياد يعني عنده عنده من الإمكانات اللي تقدر تديله إن هو بس يركز مفهوم هو وفتوح وإيه الزناري أنا ما مرنتش الزناري قبل كده أنا مرنت فتوح صبحي حارس مرمى مش بتاعتي خالص عشان منظومة كلها تشتغل لازم تلم المنظومة كلها في الفترة دي لأن الشكل بقى حلم خد بالك أنا مبسوط جدا الحلل من الحلل اللي موجود عليها الفرقة دي دي تخلينا شم روح البطولة عارف أنا أقول لك أنا بخد دلالتي إزا مالك فيه أو لا أو الحلل بتاعته جيدة أو لا من شكبالة